الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نبدأ هذه جلسة كل جلساتنا لازم يحط في بنا هذا الشيء إيمانية يعني جلسة ربانية يعني جلسة لله نيتك هذه تنزل الملائكة نية فقط نية في الداخل أيوة أنا جالس لله ليس لفظية تقول أنا سوف أجلس لله ولكن مكره كذا جاء لا هذه كان نية كراهية فيك أنا جالس لله إذن بالشوق والرغبة وأجلس يعني حتى لو نفسي تتململ أقول لا مام يا ذا لله أفضل مجلس أنت المسيطر عندك نفس ترسل رسائل أنا أريد الطعام أريد الشراب أريد أريد النوم أريد أي شيء تخطي الآن آه نذهب إلى المقهى أي شيء أي شيء حتى لو آه هذا الفستان أغير هذا الفستان أغير هذه القبعة أغير هذا في وقت يكون أنوار نازلة هي ترسل أريد أخرج لا أريد هذا المكان والشيطان يعرف ماذا تريد فهو يساعدها هي تقول أريد الملابس الأخرى أريد أن أتكلم مع أخ أختي أذهب للشارع أنظر ذلك الرجل ماذا يفعل السيارة تلك اللونها موجود شهوة قالت يأتي الشيطان يأتي لك بالصور يضع في الخيال لأن أنت جعلت نفسك كلك مجانا جعلت نفسك كل شيء فيك مجانا الخيال مجانا الشيطان يضع فيه أوه يلا نذهب والنفس تضع فيه والمجتمع يضع فيه وكله أنت متاح مجانا رخيص فلذلك فيه بلاوي تقول لماذا هذه البلاوي لماذا هذه الأشياء أنت السبب لا أحد في الخارج سيطر عليك لا أنت سمحت الله جعل حجاب حجاب مستور لا يرى أحد يعني ولا صاحبه جعل حجابا لكل إنسان أنت واحد بيسحرك طبعا ما تدري عنه في البعد يجي شيطان واحد من اثنين الشيطان الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس الناس الناس أخطر من الجنة لا تراهم لكنها ترى خبر وسوسخ الناس جنة وناس جنة يعني مختفي دخلنا ترى هذا ليس المقصود لكن دخلنا فيه وجميل فأنت عندك السماح أو عدم السماح لا تدري هذا الشغل الآخر لكن هذا موجود يعني واحد يقول لك شيء تقول له لا أنت جوه سيطر داخلي لا 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 ليس صحيح لا أحد يستطيع يضرني يقول الطبيب أنت وقل موجود في النتقصص لمن بحث يقول الطبيب بعد ست شهور سنة ستموت هذا خلاص شيء ما يزيد وفي تضخم ولا يمكن إيقافه فيروس مرض سلطان أي حاجة تخطر في المال سكر طغاء طغاء طغيان هل هذه آلهة تفعل ما تشاء ولا مسخرة رب العالمين ما جعل الأمور بيد أي شيء كل شيء عنده بمقدار بحسبان الله ذكر لك هذا حسبان يعني مبالغة الحساب يعني بحساب دقيق جدا جدا كل شيء ومن خلالك يجعل فيك الشر أو في الخير من خلالك جعلناك الحرية وهو الفعال إذن نحن في الخدمة ليس الله في الخدمة لا هو سجد له كل شيء لله يسجد ما في السموات على طول سجدي ساجدين ساجدين يعني ما يعصون الله الشمس القمر ما لا نراه وما نراه ساجد خاضع لله وهو وجهه لك قال سخر لكم خير شر مرئي غير مرئي سخر لكم وهو أقرب إليك من حبل الوريد أنت في الداخل واقعك هو رسمة لما في داخلك شئتها واللي أبيت فهمت ما فهمت بعدين تفهم واللي فهمها من الآن وربك أقرب إليك من حبل الوريد يعني كل يوم يحدثك هنا في فيديو الله يحدثك يوميا يوميا ولو أنت غير مؤمن به يوميا يحدثك يحدثك كيف اللي نفهمه الماديات عن طريق الأذن لا الشيطان ما يشتغل عن طريق الأذن كيف رب العالمين عن طريق الأحداث التي في الخارج قبيل خلينا من قبيل ناس يقولهم ليش تقول قبيل من قل لك من السنة ضعيف حديث ابناء آدم قتل أحدهم الآخر فأول شيء يحدث موت أمامه فماذا يفعل القاتل احتار احتار فيه يعني هذا ماتنا ما أفكر في الأشياء هذه لهم ماذا يفعل فبعث الله غراب هل الرسل هم فلان وفلان رسلا قصصناهم عليك معروفين وهذا منهم الغراب ورسلا لم نقصصهم عليك كل من في السماوات والأرض جنت لله يرسله أنت جنت يرسلك لكذا والكذا والكذا بناء على الآخر شغلة معقدة فبعث الله أرسل يعني بعث الله غرابا جاء الغراب من هناك ليريه تلفزيون ثري دي حياة يعني شاشة قدامه بعث الله غرابا ليريه حتى يشاهد شاو ليريه كيف يواري سوءة أخيه السوءة يعني الجثة الجسم فقال يا ولتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب يظن أن الغراب جعلها وأكد وجلس ما في بعث الله غرابا أنا يعني ما عجزت أصير مثل وأفكر هذا الفكر البؤمن يعرف أن الله هو بعث الغراب وهو يريني رأيته في الشارع حادث هو وإلا كان ممكن في بيتك جالس وبعدين أو بعد ساعتين ثلاثين حادث وبعدين تمر من هناك لكن لماذا أنت مررت من هنا ورأيت هذا الحادث رأيت هذا المسكين يقول هكذا رأيت أي شيء فترة قصيرة حياتك كلها من أجل أن يقول لك أنا هنا من ربك سؤال في عالم الذر ومن ربك في أول ما تدخل القبر جثتك تطيح فبعد ذلك يقال من ربك كما سئلت في الأول ألست بربكم قالوا بلى إذن في هذه الدنيا خلاك الله شوية ويوريك يوميا كل ثانية وأنت في داخل البطانية نايم صاحب تنوم ولا أول ما تستيقظ هناك خواطر رحماني يا رباني شغالة أنت تصغي لمن تصغي للقلب تصغي لنفخة الروح فيك روحا من روح نفخت فيه من روحي شيء عظيم ميزك ربنا أنت تصغي لمن تقول لا اسمعها لأن تعودنا على الضوضاء حق العقل هنا في صوت الروح أو الروح الأنثوية أو صوت العقل المستبد في ديو مستبد العقل لا 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 تفعل هذا ممنوع شيف هذا يدمرك هذا يهلكك قال الدكتور تمرض سوف تموت خلال قانون قالها قيل الله ما موجود في اللستان يقول الله صلي له هذه الحركات بس خلاص لكن الحياة الحياة أنا أنا مسيطر فوق هو العقل أعطي لك حتى يدبر لك شؤون أكل شرب جاء قطار بيدفعك يقول لك روح خاف بس هذا حدوده أنت خليته الرئيس أنت جعلت العبد أمير عليك وانت السيد وانت صرت عبد الله ما فعل هكذا تعودنا تعودنا لك فرصة من الولادة إلى البلوغ لك ولك إلى البلوغ لا يسجل عليك شيء فأبواه يهويدانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني أبواه ليس معنى الاثنين ذو لا المجتمع ممكن عمك أقوى من أبوك ممكن على يقول لك لا ممنوع عب والقبيلة والمدرسة والزملاء في العمل ما في زملاء في العمل في الصغر يعني المدرسة حتى البلوغ تأخذ تشوف أبوك ومك قالوا كذا حتى كبرت شوي صرت تلعب في الشارع أو أنت تلعب في الشارع مدم صغيرة تلعب في الشارع تشوفي هذا الولد يعني عندي طبايا غير اللي ممنوع عندي أنا هو ما عنده ممنوع من قبيلة أخرى وهذا من أكذا تدخل في العقل وتخرج لبسنا المتين برد يا ولد هلا قضغط بس كذا وكتفو ومدر إيش يلا أخرج العاب الآن وتجد واحد ثاني ولد ما عنده هذه مبسوط تجريوها البرد يقتل ما تجي في بالك لا أنا أنا فقط أنا البرد يؤذيني هوى يخص يصفق الهوى إلى آخر يعني برمجة وهذا لا الولد وهذا لا هنا تدخل برامج إذا إنك لما تبلغ تعصبت قبيلة تريدها كذا ويلا نسخة من الأب أو من الأم ولا بد من اللبس الفلاني وإلا فتنة وضرر وهلاك ودمار واغتصاب وكل برمجة بعيد عن الخوف طيب في ناس آخرين ما في عندهم هذه الأشياء هنا أنت مسجل عليك القلم بعد البروغ قبل لا لأنك رأيت الحياة ورأيت الناس وهذا يبرمج فيك وهذا تشوف برمج في عياله مختلف وهذا سوى كذا وهذا طبائع مختلف خاصة في الزمن ذات دخلنا في العالم ونشوف عن طريق الشاشة هذه عادات عندنا ممنوعة وعادات عندنا لازم منها عندهم ممنوعة ما هذا هي هذه الخيرة كويسة إذا اهتديت لصوت الروح الحقيقي الرسول عليه السلام قال كذا قصص قال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك إن أفتوك وأفتاك الناس وأفتوك ارجع لقلبك يعني هو الصح هو السليم قال يا رسول الله يعني الإثم أريد يلا أعطيني يقول مئة ألف شيء محرم وممنوع إنسان يعني مدوي يعني مو بدوي يعني بطال الكلمة ذي لا لأن هو ليس عنده وقت للتعلم والتعرف فقال فقال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ليس في عقلك عقلي يقول اشرب الشيء الفلاني افعل فواحش افعل كذا لا هذا لا يفتي هذا هو المضل الذي يستفيد منه الشيطان وأنت الذي جعلته رئيس لكن الصادر طبعا نحن لا نفرق الآن ما الزمن هذا والكثرة لا نفرق بل تعودنا على أنه صامت ينادي يتكلم بصوت ضعيف انثوي القلب والروح انثوية يعني وهنا مستبد فلما يكون فيه مستبد وانثوي من يستمع نخاف من هذا فلذلك ماذا يحصل الناس تعبانا غلبانا من هذا الباب جعلوا العبد رئيس وجعل النفخ من روحه فينا ونحن الخالدين الأبديين جعلناهم عابد فلذلك مشاكل ثمانية مليار على هذا الحال لا أحد ينصت لقلبه لا أحد ينصت لصوت الحق قليل في ملحدين يعني من كثر ما هو الإلحاد هذا الصعب الحقيقي يعني ليس أنه تركت مذهب هذا ليس إلحاد ليس إرتداد هو يظن أنه مرتد عن الدين وهو مرتد عن مذهب من كثرة الشدة ترك قال أن تركت الإسلام هو ما ترك الإسلام ترك المذهب لذلك الله قال من يرتد منكم عن دين الله لا دين الله الإسلام محبوب فطرة من يرتد منكم عن دينه هو دينك هذا ليس دين الله الذي أنت تركته دين الإسلام لا يترك ما في ارتداد لكن ظن أنت أن هذا هو الدين مهم هذا جانبي بلوين كثير نأخذ هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه نصلح ونصحح ما نقدر نصحح لذلك الجوهرة هنا حط جوهرة هنا إيش هو الإيمان بالله وحده والكفر بغيره لازم تكفر بغير الله تؤمن بالله وبغير الله لا ما كان هكذا الأنبياء ولا المؤمنون الغلام الذي فيه ربنا جاب لنا قصة غلام من جصة نبي حتى لا نقول أولئك أنبياء جاب لك غلام وجاب لك وحده اسمها هاجر من يتحمل في واد غير ذي زرع أنا أكررها كثير لأنه ثلاثة أمثلة مختلفة لا أحد يقول إيمان وإسلام ولا أحد يقول هذا الغلام يعني جاته نفحة كيف ولا أحد هذه مرأة تركت في واد غير ذي زرعين يعني ما في حيوان حتى مدام ما في زرع ما في حيوان مدام ما في زرع ما في حيوان ما في ماء وظلام دامس ليس لليلة ولا ليلتين ولا هو موجود يعني خلف الجبل نهاي تركهم نهاي وهي مطمئنة نهاي هذا مثال نقول ولكن من الذي يقر في قلبه ماذا عندها ما في عبادات عندها العروة الوثقة ثم بعدين العبادات هي ثمرة للعروة إذا العروة ما في والثمرة فيها هذه ثمار بلاستيكية ممكن لكن ثمار حقيقية لا بدكم عفنة ليش ما في شجرة مجثوذة وهذه الثمار التي فيها مؤقتة وتنتهي لابد اتصال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها مو في الأرض فرعها في السماء هذه موجودة لا تخاف صلاتك تجي فيها النور صلاتك دعائك يتحقق فوري 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 هذه ضعيفة هذه ضعيفة دعاك يؤجل ممكن حسب درجة إيمانك ليست حسب إقالب لكل الناس تدعو بعدين لا في ناس فوري اللهم اكفنين بما شئت الغلام لما قالها فوري قال له وزير الملك اشفني قال أنا لا أشفي كان ضرير قال الله الشعر ربي قال ألك رب غير قال نعم ربي ورب قال الله تؤمن به دعوت لك آمن بالله قال له آه الله صمم أمن بالله ربي الله قلبيا 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 مو قال علشان يجعل عمى يروح العمى ما يذهب صدق فلما قال أنا آمنت بالله ربنا دعالو شوفوا رحل الملك ونشروا بالمنشار لكن هو مؤمن ما معنى ما معنى مؤمن مؤمن إني أنا خالد أبدي لست هذا الجسد وليست نهاية هذا الجسد نهاية حياتي لا نهايته هو أنا أبدي منتقل مسكين هذا الذي يقتلني يقتل الجسد مع السلامة لكن اللي مؤمن البعد أرضي لا لا كل شيء إلا جسدي إلا الموت أترك الإسلام والإيمان والدين وكل شيء فنحن جئنا هنا لحاجة بعيدة عن هذا الكلام لكن فأنت الله جعل حجاب كل إنسان عنده حرية كاملة وعنده قدرات وهبات عنده مجال يغنيه عن كل الأشياء اللي في الكون لا مال لا جاه لا منصب لا مثل هاجر هاجر تركت في واد غير ذي الزرع الله بعدين قال يجب إليه ثمارات هو ما عنده ثمارات الوادي يجب إليه ثمارات كل شيء قانون أبدي ما تتهاجر واستمر القانون فإنت أصلا هذا يبيلك الله أنت في غنة إبراهيم ألقي في النار هذا هو واحد إنسان ملقى الآن في النار ليس محتاج لأحد ولا عنده ردة فعل عن النار وفكرة سابقة عن النار هذا أهل البعد المادي هذا بعد رباني كفر بالنار كفرت بالوادي غير زرع كفرت بالهلاك والدمار كفرت إنها ضعيفة امرأة عاجزة الرجل هو الله حكمة البلد يجوا الناس يقولون عندك ما نريد نقيقا بشرط هي تشترط بشرط أنا صاحبة هذا الماء أنا ملكة عليكم يعني قالوا لا باش ضعيفة ضعيفة هذه تتقبلها لما تكون في البعد المادي لما تكون عند ربك أيش أنا ضعيف أنا وأنت ضعفة في عرف البعد المادي علشان نأخذ مثال للبعد الرباني أنا ضعيف عامل أسق سيارة حارس على المدرسة أو حارس على مقبرة أخذ ملالية مفلوس قليل وصديق مثلا من زمان ما شفت أهلا أهلا أنت صديقي كيف الحال ماذا تعمل قال أحارس هذه المقبرة أنت صديقي من زمان كنا أصحى وأنا أحبك وكذا وأنا ذاهب من هنا الآن إلى المليار دير فلان جلسة معه ودائما يعني لو أريد أحد أخذه معي وأتصر بقول أنا أريد معي فلان يحسمح أذهب ما يسمح أذهب لوحدي قال لا يسمح انجرد قال أنا معي فلان صديق لي وجدته ويسرك إن شاء الله في الكلام فذهب أخذ ما تيسر من الملابس اللي أحسن شوي يعني وذهب معه وبعدين شافه المريار دير هذا أو الملك أو الوزير اللي يكون قال ما شاء الله هذا صديقك ماذا تعمل ماذا قال أعمل كذا كذا قال ماذا تصنع أنت عش تتقنه صديقه قال أنا أخبر لما كان معنا في الشباب أنه يعمل الشاي على درجة أولى مرة نحب نحب الشاي الذي يعمل أو القهوة أو أي شيء قال طيب يلا يعمل لنا كوب عمل الكوب جاب شرب المليار دير ما شاء الله هذا 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 قهوة ممتازة ما رأيك كنت تعمل عندي القهوة هنا وأعطيك كذا كذا مبلغ بالنسبة له هائل قال طيب سهل هذا قال خلاص سنعديك هذا الراتو وانت خارج الآن من هنا خذ السيارة عند الباب تجدها لونها كذا كذا هذه المفاتيح يا الله أعطيها فلان السكرتير أبدو مفتاح السيارة سيارة فخمة شيء فذهب وجه كان حارس مقبرة حارس مدرسة حارس حديقة اللي يكون الآن ارتفعت المكانية لأنه اقترب من الحاكم الوزير الملياردير فخلع عليه من موجود عنده سر مثلنا أنت لست ضعيف معك رب العالمين وأقرب إليك من حبل الوريد كل إنسان أقرب إليه من حبل الوريد ربه ولكن نحن بعيدين انت اقترب اسجد واقترب اسجد يعني اخضع له وحدة ولا تخضع لغيره أي كان مو يعني تعاديهم وتضارب الوالدين والزوجة لا أحباب لكن قلبيا لا قلبيا لا يضر ولا ينفع ولا يعز ولا يذل ولا شيء ولكن هو خلق الله أنا أحترمه لأنه منسوب إلى الله بعدين بعدين ممكن يصير ولي من أولياء الله أو هو ولي من الله لا أدري عنه لا شأن لي بهذه الأمور هذه حجاب حجاب يعني إيش أنت لا تحكم ولا تدخل في الآخرين ولا لك شأن بهم لا تخترق إلا إذا أذن طبعا كل بلاويه أي واحد كل بلاويه وخيراته من السماح هو سماح الله أطاك حصان وحرية وما في عبودية إلا له هو لأنه هو مستحب إذا فعلت كذا لا أحد يخترقك الله ولي الذين آمنوا فقط إن الله يدافع عن الذين آمنوا والذين آمنوا يقول الله عنهم إيش يجعل له مخرجان ويرزقه ما تشلام الرزق يرزقه من حيث ولا يحتسب شفاءه فيه القرآن فيه شفاء ورحمة للذين آمنوا ولا يزيد ولا يزيد الظالمين إلا خسارة مخصص إنت تجي تتلقف تقول إيش معنو أنت تأخذ أموال كثير أنا أريد ماذا تريد أنا حارس صرت قهوة يعني قهوة أو مثلا طباخ عند الفلان أنا أطبخ أحسن منك ذهب رأى الموطب مفتوح ودخل فين 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 أنا أريد أشتغل عندك أطبخ يطردوه لابد من الإذن لابد من الرضا به أنا مبسوط منك سوي للشاي وخذ فلوس هناك نفس الشي آه أجيب لكم الآيات والله موضوعي الآن كان بعيد عن هذا جدا ما تكلمت فيه ولا شعرة واحدة ولا كلمة واحدة كلمة واحدة اشتركوا في القناة صبر جميل نحن في جلسة تنزل عليها الملائكة والرحمة والسكينة وخيرهم كثير وصبروا عليها ولا وقف هذا يعني الإيمان بالإذن إيمان إيمانا من نفسه لازم يأذن لك الله سوف أكتبها في أول تعليق إن شاء الله تأتي فلذلك أحبابنا في الله نحن أصلاً كلامنا يا أحباب ليس هو هذا ما هو نسيته حاناً أصلاً كلام نأتي به متأخر لا بأس أوقفنا التليجرام كله لا قروب ولا كورس رباني ولا قناعة ما فيه أنا عندي اليوتيوب وعندي في التوك توك مهجور في الفيديوهات نادراً أذاب أضعم الفيديو ويوجد غيري فعل موجود محتسبين لله ويشرون لله أو يريدون من وراء ذلك ما الله يربحهم مدام يريد الخير يكسب دنيا وأخرى بالتوفيق فعندنا القناة هذه أردت بعد ما خلاص أزلت هذه كل القنوات أردت فتح لبعض الناس الذي لا يريد إعلانات والذي يعني يحب أن يرى شيء مرتب مرتب هذه مجموعة كذا مجموعة كذا من نفس الكورس هذا الموضوع عن الكورس الرباني القديم أكثر من خمسين فيديو فنفتحه مرة أخرى لمن أراد هذا يتفضل من أراد هنا يتفضل هناك في تكاليف الشركة المستضيفة وكذلك تكاليف على كل ريال يذهب أو دولار أيضا يقتطع من هنا ويقتطع من هنا لأننا يعني لا يمكن يعني مباشرة إلا لابد من وصيط وشركات وشت دماغ أنا تعبت منها وأنا لا أحب يعني تكثر علي الأمور لذلك أوقفت هذه القناة كلها أتابع هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا مشكلة كبيرة ولا وقت عندنا نريد الله والدار الآخرة نتفكر لهذا بدأنا نتفكر هذا ماذا وظاف لذلك ظهروا ناس كثير أنا قال أنا زلت لأن فيه ناس مجسوسين بيننا حتى في اليوتيوب يذهب خاص ويسحب واحد يقول له لأنه اشتكى قال أنا عندي كذا كذا ومستفيد وأريد بسرعة بسرعة وأنا وجعه لنفس الكورس على أشياء بسيطة يضيفها ولابد من وقت أنت سبب الوقت عندك برامج لا تريد أن تغادر يأتيك إلهامات يأتيك أنوار أنه عندك هذه الظلمة تقول له أنا أبقيها أنا لا أترك صورة كذا وآية كذا وتهجد ومدري إيش إلا أترك هذه فتعطيك أنوار العبادات تعطيك أنوار والإيمانيات تعطيك أنوار جديدة تفرح ولكن تركز على العبادات كفر بالطاغوت مثلا البنود اللي ذكرناها يفرط الواحد فيها وليش لأنه عنده عبادات خلاص أنا أقرأ كثير خلاص التدبر خلاص فهمت أتدبر بسرعة أنا سريع ويتوه في روحانية العبادة روحانية العبادة مؤقتة مدوم تعمل تأخذ أجرة مدوم تعمل تأخذ أجرة توقفت ما فيه عبادة نفس الشيء تعمل في روحانيات توقفت لأجل المرض توقفت لأجل السفر توقفت لوجود مشاكل في البيت مدوشتك بين أخرين أختك أخوك طلاق صار لأخوك لأخ وترك زوجته جلس يصارخ ويصايح ويتكلم معك وتحدث عن مشكلته هذه فقط دوش دماغك بأي شيء أو أحد يقول لك يا الله اذهب اشتغل جاء شغل هنا لا أنا أريد هذا الشغل قال لا لا تذهب إلى هذا في جاءتك فترة فيها انشغل توقفت العبادة أو تعبد ومشغول بالمشكلة ها هبط الإيمان هبط روحانية ما في إلا بصفاء فالعبادات لازم تكون صار لا ما في مشاكل ما في شيء هذه روحانية مؤقتة لوجود الراحة وعدم المشاكل ولوجود العبادة الكثير نحن نريد نقطع هذه مؤقتة لثلاثة شهور تعمل فرائض فقط وتحتم بالكورس وتطبيقاته أقل شيء ثلاثة شهور حتى تفهم من أين جاءت الأنوار من ماذا من الكفر بغير الله والإيمان بالله الآن أنت دخلت في بعد خرجت من بعد ودخلت في بعد تأتي عندك الكرمات المعجزات كل شيء بعدين أنت تستعجب هذه الروحانيات إذا رقينا وأنت لازلت في البعد الأرضي أول ما تخف البعد الأرضي يشتغل تظنك في البعد الرباني لم أنت في البعد الرباني في البعد روحانية العبادات وأنت في البعد الأرضي روحانية الذكر لا إله إلا الله لا إله الله سبحان الله الحد لله للمنور أول ما يجيك ابتلاءات وقفت ما تذهب إلى الذكر ولا تعمله في البيت بسبب منشغل هبوط نزول حاد وإذا في ابتلاءات عالمية وصلت إلى عندك في ديارك خلاص انتهاء فنحن نريد تركز على الإيمان حتى تجي العلاقة قوية مع ربك مع المعبود قبل العبادة مع المعبود يكفيك القليل من الفريض حتى تتنور ثم بعد ذلك لا تهتم يعني إن جاء وقت العبادة عبدنا بنور ما جاء فيه إلا الفرائض ونعملها ها انت في نور ثابت هبوط فيه ولكن مستوى مرتفع بعيد عن البعد الأرضي وأهله تبتسم لما يقول لك لا بد لا بد إيش لا بد إذا علاقة مع الله ما يحتاج لا بد يخيفونك بالنووي يخفونك بالآذ ما تخاف في معمعة الحروب معمعة المشاكل في البيت أو معمعة الكلام من الآخرين لما تقول الله أكبر غبت عنه غبت عن المشاكل وإذا جاءت المشاكل أنت تمشي فيها وأنت تبتسم ويخرج كالله تريد العز هذا هو تريد الحرية هذه هي ما في حرية وأنت ما كان عند الأولين انشغال بالعبادات كثير صحابة نتكلم عن الصحابة لا تكلمني عن أولياء وشيوخ ومدرش ويسجد ويصلي فيه واحد يقال يصلى ركعتين الإمام معروف ركعة على الرجل اليوم الله أكبر ختم القرآن الركعة الثانية على الرجل اليسرى ختم القرآن نتكلم عن هؤلاء نحن نتكلم عن أصحاب النبي نتكلم عن الأنبياء كان اختلاط حياة عائدية بسيطة جدا يعني يتهجد في الليل للصباح الرجل لكن ليس يقول أنا لست كهيئتك إني يطعموني ربي ويسقيني هذا باب مجهول عندنا إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي مجهول عندك تقول أنا أبغى وقلده في الصلاة وقلده في الأخلاق هذا صعب المحسنين قال يعبدون كثير قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إحسان هنا تهجد حتى متشاء أحسن الأخلاق وأحسن الصلة والثقة بالله وعدم التعلق بغير الله لا زوجة ولا ولد ولا مال ولا أي شيء ما في تعلق تجي المشكلة مثل تمر عابرة وتذهب لا تقيم هو قل لك يجعل له مخرجة أقامت معناته أنت ما عندك عندك خلل ما فهمت الدرس تقول لك أنا مقيمة حتى تغير ما بالداخل يتغير ما بالخارج يتغير ما بك إذا غيرت ما بالداخل غيرت ماذا أنا أعبد كثير أعبد ما غيرت فلذلك يا حبابنا في الله دقيقة يعني ضرورية يعني ضرورية ضرورية وإلا ما نفعل فلذلك نحن ندخل في الموضوع فلذلك وقفنا كل شيء ويوجد خطافين يوجد عداء حق تولع لمبة تجد الحشرات تأتي عند النور هذا وتحترق وتبقى فموجود في الخارج لا شأن الله يدافع عن الذين آمنوا نحن يهمنا أحبابا نتكلم لأجلكم ليس لأجل الأشرى الأشرى الموجودين إلى قيام الساعة وهم الأكثر هم الأكثر لقيام الساعة هم الأكثر والآن أكثر وأكثر نحن نتكلم نتكلم عن من اختارهم الله ويأتي بهم الله والذين منفتحين يريدون الحق وليسوا منتمين إلى عبد من عباد الله غير رسول الله انتماء الفعل هو الأساس بعدين نحب الناس لله أحب هذا لله وأحب هذا لله أحب أجلس مع هذا الشيخ وأخذ منه وأخذ من هذاك وأقبل الناس اللي من هذا الشيخ ما نعرف لهم علاقة مع الله ما نعرفها الفرقة الناجية ليست نحن نتكلمنا عنها ليست هذه فرقة ناجية أو هذه لا أو هذه فرقة ناجية هذا كل يدعي الفرقة الناجية مبثوثة في كل الجماعات هنا واحد صلة بالله أو عشرة وهنا مثل واحد أو عشرة والمجموعة هذه تعادي هذه وهم لا يبالون يريدون الله والأخير يعرفون هذا باطل قلوبهم منورة موجود منتشرين في كل شيء لا ينتمي لغير الله ورسوله هذا أنت تعرف هذا من الفرقة الناجية إذا عرفت هذا من الفرقة الناجية ليس يدعي باللسان قلبيا هو غير منتمي ولا مبالي ولا انتماء له لا هذا ولا هذا هذا هو الناجي هذا من الفرقة الناجية لا يوجد مسمى هؤلاء أهل كذا وذلك وهل كذا وذل أهل كذا أحدهم هو الفرقة الناجية لا لا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقاه فلذلك موجود أناس يقول تعال أنا أعطيك وفعلا يعني حصل في الخاص يأتوا الناس بعد ما نعرفناه منها ما نعرفش بعد فترة يجي يقول السلام عليكم أيواء أنا والله جاءني شخص من هناك وقال انتبه إذا أنت تريد تسريع يعني الكورس كويس نعم ولكن عندنا نحن نحن نسرع ما هو قال اذهب للشيخ مشهور قديم الكتاب الفلاني اقرأ والله أنا صر لك كذا وصر لك كذا وصر لك ما ذاك يصدق هو سمح كيف جاءه الضرر هو سمح فجاء وقال يالله خذ الكتاب خذ الرابط خذ الكتاب أيواء يقرأ لا يتخاف لا تهم إن شاء الله فيه ويدخل ويغوص وبعد ما يغوص من أيامي يروح للنيت مفتوح يعني يقول الكتاب كذا يلقى ناسي ثنون أيوة بس منه أحسن منه وهكذا ورح ورح وقرأ من هنا وسمع لهذا وسمع لذاك وسمع لهذا وسمع لذاك بعدين دخل في متاهة صعبة لأنه من غي حيث لا يدري انحجب عن الله وصار أنا أأخذ الهداية والأنوار لا تأخذها هي بالإذن إن شاء الله نضع الرابط الآية طارت يتفلت القرآن فلذلك أحبابنا في الله ضروري نركز نحن لا نقول معصوميا ولا نقول قناتنا معصومة ولا نقول ما نقوله هو الوحيد لا هذا هذا اجتهاد شخص اجتهاد وانت عندك قلب وعندك الحق فيك أصلا فيك فانت مطمئن ادخل بالطمئنين القلبية ادخل واجرب وامشي وامشي فيه إشارات صدرية قلبية لا نتكلم من الظاهر صدرية قلبية علاقة مع الله صارت قوية وعلاقة مع غيره ضعيفة وبديت هو هذا شغل الله الهداية انت بدت تقصد مقصودك الله ورسوله هذا الكلمة والنية كافية بعد ذلك تتنور من أي شيء أصلا انت في مكان تتنور فيه امشي فيه امشي فيه الفيديو خمسة عجم فيديو خلصتها هنا جاءك الشرارة بعدين ارجع لقلبك كل مرة وانظر للذي رفعك أكثر ما هو الكفر بغير الله ولا دا الاعتداد وبدأت متجه من البعد الأرضي وجدت الطمأنينة وجدت السعادة وجدت يجعل لك مخرجة يرزق من حيث الاحتسب انت في زحمة سير فكلك اياها بدعوة بطلب يا ربي يسر ويسر إشارات يعطيك صغار على قدر ما أنت فيه رؤيات أحلام ما في رؤيات ما في حلام مضروري في ناس مثل الطائرة يركب ويذهب ويصل إلى المكان الذي يريد ما يرى في الطريقة البلد الفلاني متقدم وتطور والبلد الفلاني متقدم ما يرى إلا الذي في السيارة أو في القطار ليس معنا هذا لأقل وذاك أقوى ما نعرف كل واحد يعطي الله على على ما يريد فنحن هنا من أجل هذا فيه موجود موجود يعني موجود ناس فهذا الناس الذي جاءوا بالطريقة هذه وقالوا نحن الآن كيف نفعل قلنا نفعل إرجع من البداية ويمسك الكورس وألغي كل شيء واصدق مع الله تريد الله أول شيء الكورس لا يرفع فيه ناس يقولون خلصنا الكورس ونحن أيها أنت كما أنت أنت كما أنت الكورس لا يطلع ولا نزل ولا القرآن أنت إن صدقت تصلك ولو ما تعرف ما عندك جوال ما عندك قرآن الله أقرأ بلك محبب المريد هو يدبرك كما بعث غرابا يبعث لك أحداث توجهك إلى نيتك قصدك تريد السحر سوف تجد يوم من الأيام في الشاشة طلع لك هكذا ما السحر الأسود والأبيض والأحمر ويلا روح وتعلم غوص أي شيء من الداخل أي شيء أنت تصير تريد الأبراج روح والسماء ذات البروج شوف قال لك غلام آمن بالله رب البروج شوف إيش صار اللي يبقى يخصر تريد البروج حتى الأبراج ولا البروج حتى تفعل شيء في الكون ولا في كونك أنت ولا ترفع نفسك ربك أول رقم واحد بعدين شوف الأسباب تجري كيف تشوف فيها أسماء الله وأفعال الله أول ابدأ في أفعال الله بعث الله غرابا بعث الله سيارة بعث الله كل ربك حولك يحدثك نحن لاهين بالأكل بالشرب بالزواج أنا حاجي كذا أنا حاجي كذا لما يجي المطق إيش فيه من ربك ها سهل تقول ربي الله بالعقل يعني ربي الله إيش فيه لكن من اللي أنت متشبث به ومتعلق به وتعظم وتعبه أربابه متفرقه أم الله الواحد القخر إنت أرباب رب لك أم رب واحد رب قلبي أو أرباب قلبي أكفر بالأرباب من أجل الإيمان بالرب الواحد الأحد الله إيش عملنا بسيط عملنا بسيط ولكن النفوس والشيطان يشوفوا صعب لآجل نجاح دنيوي كم تعمل كل يوم دراسة 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 كل يوم بالساعات ما في فيديو واحد ساعة قلت كثرت بالساعات كل يوم أربع ست ساعات كل يوم كل يوم وانت صغير حتى يصير كم سنين ست سنوات بعدين ستة وستة وستة عشرين ستة وعشرين ثلاثين سير عمرك بعدين ألقيت شهادة ما في شغل قال آلا لازم خد دكتوران كمان ستة أربعين صار عمرك كل يوم كذا ساعة طيب وصلنا أربعين يلا الزوجة والأولاد والوظيفة وجاء كل شيء قعدنا الان ستين الان ثمانين عشرين سنة تمتعنا مقابل جهد ستين أربعين سنة أربعين ثم عشرين سنة نتمتع ثلاثين سنة أربعين زيها مجهة الآخرة جهد قليل قلبي أساسي خليك بعدين تجيك الدنيا وهي الراغمة كما ذكرنا المثال الذي اقترب من الملياردير الكبير وصار يعمل الشاي ارتفع دخل وسجار ومستوى معيشي ليش هو هو إنسان نفس الشيء أنت أنت إنسان اقترب من ربك أسجد واقترب أسجد يعني لتخضع لغيره هذا واحد اخضع له حاجتين تخضع له وتخضع لغيره هو يتخلى يتخلى خلص خليك مع هذا وتبقى في مشاكل ليش في مشاكل ليش لأن الله متخلى عنهم وهم لا يعلمون ويقولون يا رب يا رب وهم في عظمة غير الله رسائل تأتي هذه أحداث معاناة لماذا في شيء ما هو الشيء أعبد 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 وبرضه في مشكلة إذن إيش المشكلة قال معبود 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 قول إن كان آباءكم وابناءكم وإخوانكم وزواجكم وعشيرتكم والكتر الشيء المحتك فيهم وذا كلهم وتجارة تخشون الكسادة ومساكنة رضان أحب إليكم أحب إليكم من الله والرسول فتربص حتى تأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين هذا فسق لما يفاسق يقول يا رب يعبد أول شيء الفسوق فسوق قلبك متجه لغير الله بالحب والتعظيم ولو ابنك فلذة كبدك اجعل له مستوى ولرب العالمين مستوى ولرسول رب العالمين مستوى أعلى هذا رسول جاء قال لك تعال اشتغل هنا خلك مع ربك له الاحترام أنقذني أكثر من ابني أكثر من زوجتي أكثر من أبي له الحب الأكثر من المخلوقات فنحن ندعو إلى شهادة لا إله الله محمد محمد رسول الله أيضا يا أيها ثقتك سلم لمحمد صلى الله عليه وسلم فيه هذه العروة الوثقة امسك لا إله لحمد رسول الله أتقنها اجعل يعني جهدك لهذه اضبط هذا كله اضبط هذا كله بعدين الموضوع الآخر عبادات تذكر تلوة القرآن اجعله أول شنور وثقة أرتاح وأكون فيها وفيها الفخر العظيم وهذه أول ركن في الإسلام أن تشهد ماذا تقول تشهد لا إله إلا الله وتشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبط هذه يعني حياتك اجعلها لهذه كما اجعلت عشرين سنة من أجل تخرج طب هندسة زراعة أي شيء وتتمتع كمان ستين سنة هذه خلود أبدي اجعل لها عمرك كله وشوف الفرق نحن لماذا ندعو والناس تكرهون لماذا هذا أهل باطل مية في المية أنت تفهم ندعو إلى لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الكلام قد يكون كلام آخر ارمي في البحر كلام يعني ارمي في البحر خذ بس لا إله محمد رسول الله ودع كل واحد عنده بضاعة فلفل شطة أي شيء أبيع هذا في يعني أشياء يمكن ما تعجبك خلص خذ هذا خيار هذه لحمة قل لا أريد من المنطقة هذه اللحمة لا أريد هذه ونفس المبلغ خذ خذ هذا وتعال باقي عندي نفس الشيء لكن لا يكون تترك في برمجة في الداخل لا أول حرر نفسك كيف تحرر نفسك عندنا في الفيديوهات الخمسة وعشرين توجيه يعني لك ليس يعني معنا تخل عندك في الفيديوهات الخمسة وعشرين تقريبا أول خمس فيديوهات هي حول هذه الصححة الباطنة النية النية في الداخل صفيها قبل الموت ما في تفكير اللي عندك كله لمه وضعه في الدرج قل بعدين 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 أريد سيارة بيت شو وظيفة ما عندي قل حاضر بعدين ضعه في الدرج هذا وأغلقه قل مؤقتا سوف ولا حط له رقم سري بعدين هذا هذا هو هذا صحح النية ثاني شي اعرف نفسك هذه أول خمس فيديوهات خطيرة من تجاوزها خلاص خمسة أو سبعة ما أدري المهم نفسك والنية والرسالة الرسالة الكبرى لي إيش هي اللي صنعك فيه هدف مو عبث أنت تسمع أي شي هبث هذه تخيطها أول شي إذا في بالك من القبعة قبل تشغل مكينة الخياطة قبعة وما تحط القماش فكبعض إيش هذا قال أي حاجة بس هذا عبث الله تعالى عن الهبث عبث وإنت كمان ما تفعل إلا المجنون هذا العباس مجنون معاقل ما يقول يمشي هكذا أين ذاهب سؤالك مفهوم أمشي يمشي هكذا تعب كثير طول النهار ولا في ثمارة ويأتي بس يرمي نفسه للنوم أو السكران لكن الإنسان الواعي يقول أنا أريد أفعل خياطة طيب خياطة كيف نرسم هكذا القبعة شكلها أيها هذه يلا كيف نخيطها غلط يلا حتى أيها هذه يلا زيها عشرة نبيعها يشتروها الناس بصد فلوس يلا في هدف فجاءت القبعة في هدف فجاءت الدولاب الشباك هدف أول بعدين صنع الشيء انت لك هدف انت يا الثمانية مليار واحد هدف للثمانية مليار الصيني الأفريقي الياباني الأوروبي كله اللي في الغابة اللي في العماير الشاهقة اللي في القصر حاكم اللي أمام الباب حارس عامل النظافة كله هدف واحد هذا موجود رسالة كبرى للجميع افهم رسالتك الوحيدة إذا فهمت هذه أنا رسالة وأنا مين وصفين النية لا أريد شيء قبل الموت ولا أدري عن شيء خلاص خلي على جنب انتظروا قليلا في شيء مهمة أول أصل إليها ثم يعني مثلا أنا أريد سيارة أريد بيت أريد زوجة أريد وظيفة كلها غير موجودة أريدها طيب خليها على جنب هنا أنا صرت قريب من الملياردير فلان الحاكم فلان كم يوم جلستان بعدها قال إيش في أنتك كم عندك أطفال ما عندي زوجة لماذا قال إن شاء الله بعدين ببركتك أنت حينو فيه براتب عندي كوية سأقدر أجمع قال لا لا اختار لي تبغى كم المهر مئة ألف خذ هذه المئة ألف في رصيدك أعطيني خبر في خلال أسبوع تكون خضبت لماذا تتأخر ما في سيارة خذ سيارة وظيفة خلاص موجود كل جاء لما اقتربت فأنت قل هذه الأشياء خلوكم على جنب نذهب إلى الملك العظيم الأكبر خالق لنا ملك الملوك ملك كل شيء الذي تراه هذا يسمونه الوفرة الذي تراه من سيارات من صراف البنك كثير والناس يأخذون طبور يأخذون أنت ما عندك بطاقة والذي تراه من البيوت الضخمة وكبيرة والقصور واحد يملك جزيرة واحد عنده يخت واحد عنده طيار واحد عنده هذا ملك الله ملكهم إياه ربك اخترب منه عنده هذا كله دليل يريك الله يريك شوف 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 من ملكهم بعرقوا جهده في ناس عنده دكتورة يعني رأينا أناس عنده شهادة عليا في المحامة في بلده بدل الجهد في المحامة ويأخذ القضية هذه يأخذ القضاهية ما يعني في المنافسين كوين أتعبوه وهو يعني ما عنده فقال أذهب شغل أطفال عندي ماذا أفعل محامة هذه تعبت سنوات علشان يبين لك الرزق هو هذا فعل الله لكن الناس ما تنظر لهذا تنظر هو فاشل هذا ناجح ليس هذا ناجح الله المعطي والله المانع لهدف لهدف فيه فالمهم جاء إلى بلاد أخرى محامة شهادة كبيرة في المحامة أو في المحاسبة يشتغل سباك سباك يعني ينضع المواصير والحمامات وال يصلح هذه الأشياء مرة بارئ صار يأتيه مال كثير من السباكة أو يشتغل كهرباء يصلح الأفياش وخطورة على الناس وهو مستمتع يعرف كيف يتدخل مع الكهرباء السالب الموجب المهم صار متقن الصنعة ويأخذ المال ولص لكن شهادة التي تعب من أجلها لأجل أن يسترزق يصير الرزق كبير بالشهادة الكبيرة هذا يقول لك الله الله يقول للناس لكن ما تفهم يقول له أنا الرزاق واحد ثاني أمي لا يقرأ ولا يكتب أو يقرأ قليلا قليلا هو الذي يدفع له كل شهر خمسة آلاف دولار أو عشرة يدفع للشهادة العليا وهو متعليم بسيط عنده مليار دير هو يعطيه خمسة آلاف وكي عنده عشرة مهندسين عشرة محاسبين عشرة محامة عقل قفل يا ولد أدرس تأخذ دكتوراه وبعد الدكتوراه تأخذ الأمال الكثير نريدك دكتور حتى تنهض بالأمة تنهض بأمك وأبيك فإذا به عال على أمه وأبيه بعد الشهادة ليش؟ لا رزق مربوط بالشغل رزقكم رزقكم الكلام للبشر جن إنس رزقكم في السماء وما توعدون الشفاء كل شيء في السماء فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون يعني البعد الأرضي قوانينه غلط والجامعات والدراسات كل هذا شغال يعني يؤدي إلى غراب والله شغال في ذلك المكان يبين لهم غلط تعال يمنون عليك أن أسلموا لا تمنوا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنوا عليكم أن هداكم للإيمان البعد الرباني هناك بعيدا عن البعد الأرضي تعال قليل يمشون مع الأمبياء قليل يفهم أيها هذا قليل لا يغر أنك الكثرة الفيديو السابق الذي فيه كلام يعني هكذا أنا توقعت لا يبقى في القناة إلا عشرة أو واحد كله يرحل وفعلا رحل ونس رحل ممكن عشر عشرين ولوا وجاء الله بخمسين من يذهب يأتي الله بخير منه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ما قال لك يعني يتمسكون بكذا يحب بس من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون ليس بعنا ذلك الذي يتركنا التد من الدين لا في ناس تذهب عشر سنين بعدين ترجع للأساس البسيط البسيط العروة الوثقى يدور لها يبحث عنها عند الآخرين كل زمان هذه قاعدة الله يعني إن شاء الله تفهموها كل زمان يخاطب الله الناس بواسطة بشر آخرين أو بغيرهم بالشيء الصالح لهم في ذلك الزمان كتب ذلك الزمان قبل سبعمية ولا ثلاثمية ولا ألفين ولا يعني ميتين ثلاثمية خمسمية إلى ألف ومئتين الناس اللي تخرج هؤلاء لأهل زمانهم والكتب اللي تخرج لأهل زمانهم لا تصلح للأزمن الأخرى تجي أنت تقول في كتاب فلان الشيخ العبقر اللي كذا كذا أنوار وإذا أنت سويت كذا تعمل كذا والعنوان الرهيب أنا أذهب إليه من هو فلان وهذا الذي أمامنا ما يعني ما يدري لو كان فلان موجود على ظهر الأرض الآن ظهر لقال اتبعوا أهل زمانكم اتركونا غير صالح كلامنا لكم والكلام والعمل والحقيقة هي موجودة في القرآن في كل زمان وفي حب رسول الله في كل زمان وليس في زمانه مات انتهى لا فلذلك حبابنا في الله نحن يعني عزمنا على تغييرات بس فقط نشغل اليوديمي مرة أخرى للناس الذين يريدون ترتيب يترجون إليها والذين لا يريدون إعلانات العلاج سهل ولكن الناس تريد انت غير لا انت انت عندك مجال انك ايش تأخذ عند اليوتيوب عندهم بريمو ما دري ايش اسمه المهم تدفع اشتراك وليس في القناة هذه كل القنوات تمنع عنك الإعلانات ولا ترى شيئا لا يعجبك لا تريد تريد غيرك يفعل انتظر ولكن عندك ايضا ادفع شيئا قليلا رمزيا وادخل في قناة تصل الى الفيديو مثلا بعد ثلاثين دقيقة يبقى ثلاثين مثلا تتوقف ثم ترجع غدا تبدأ من مكان ما توقفت هكذا قالوا لي انا لا ادري ولكن قيلوا لي نريد اليوديمي القناة هذه لأجل اننا ننسى اين وصلنا اي دقيقة ونرجع من الاول لكن هناك نكمل عندي نشاط اسمع فيديو ثم الفيديو الثاني خلاص نص ولا ربع توقفت اليوم الثاني اكمل هكذا قالوا انا لم اجرب فهذا لهم ميسر هنا عندنا قالوا عدة مرات في عدة تعليقات لما كنا نسأل يقولون لا نجد في القناة ولا اعلان واحد كيف لا ادري فيه نية فيه نية في هذه الاعلانات انها تبعد بعض الناس الذين يعني في التشدد يجي يمل ويترك يرحال نريد هذا لا نريد في قناتنا الا النظافة والناس اللي يريدون الله والدار الاخرى يتفضل وينظر ما عجبون يرحل بهدوء لكن فيه ناس يقول انا من يوم رأيتك لابسا قبعة وجدت انك احمق ورحل رحل هو لا يدري ان هذه الكلمة تلاحقه في يومه وليلي ونهاره ولا قال هذه الكلمة لواحد بل قالها لمئات الله اكبر يصلي بل اخرج اناس من الملة لاجل قبعة او لاجل ثوب او لاجل شهر اخرجه من الاسلام على الطول وربنا ادخل مومس الجنة لانها سقط كلبا ما ادراك عن هذا الرجل ولا تلك المرأة التي ليست على مزاجك ربما سقط كلابا او جلست بجوار امها حتى ماتت عنها وهي راضية عنها اتدري من الذي يعني قفز باويس القرني من اليمن الى اعلى مراتب يتمناها الصحابة بره لامه كان بار لامه ها ويريد رسول الله حب عنده عالي لرسول الله وحب عالي لامه ولا يستطيع يتركها حتى ماتت لكن هذا الحب الذي عنده وصل عند رسول الله وهناك اتصال عبر الحدود والجبال ثم بعد ذلك ما الذي جرى توفت ثم ذهب ذهب الى المدينة منورة من اليمن ولما وصل فعمر بن الخطاب قال يا اهل اليمن تعالوا جاءوا اهل اليمن قال افيكم فلا افيكم احد من بني قرن احد من مراد قالوا هؤلاء قال افيكم احد قرن قالوا هذا هؤلاء يوم يعني فخذ من اليمن من القبيلة هذه قال افيكم ويس قالوا لا ما نعرف ويس بعد ان تذكر احدهم قال في واحد يقال له ويس تركناه يرعى الغنم انظر الى الضعف الذي فيه والاستضعاف له وهو واصل قال خليك في الغنم قال اتوني به اين هو ما قال اتوني به هو يذهب اليه شوف الطلب فذهب واجده عند الغنم قال انت اويس قال ايوها الرسول خبرنا عنك وقال يأتيكم اويس كان فيه برص فشوفي منه إلا موضع درهم قال ايوانا قال وكنت بارا بوالدتك وبشرنا عليك وبشرنا بك وقال اطلبوا اني استغفر لكم فلذلك فلذلك حبابنا في الله الدين بسيط ليس معقد هذا ليس عالم كبير وليس مشهور في العلم نهاي نهاي مشهور في البر بوالدته وباتصال قوي برسول الله بس العرو الوثق مئة في المئة خلاص كله يصلح كيف عرف انه يترك الذهاب للرسول ويجلس مع امه كيف عرف في اتصال في معرفة في اتصال اتقو الله ويعلمكم الله حب الرسول من التقوى مفقود مفقود ويقولك التقوى الاوامر والنواهي التقوى حب الله ورسوله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه واهله وولده كيف تحبه اللي تعرف انه اساسي لك اكثر من الام واكثر من الابن في احباب رف الله يعني كنا خلطنا هذا مع هذا خبيصة وكان الكلام اصلا عن ليش القنوات هذه وال المتطفلون ليس يعني خايفين منهم لا ما يجلس اجلس وخذ من شئت الذي يذهب هذا انسان مسكين يعني عنده جوهرة بمليار تقول هناك فيه كذا كذا يترك ويذهب يبحث عن القرب من الله وهو خلاص ما بينه من القرب الا قليل عرف الاساس الكتب تلك لا تعرف الكتب تلك تقول اذكر اعبد اسهر اسهر جوه اعطش اعتزل اجلسلك في كهف حتى تأتي عندك الانوار الانوار تأتي لك بالهر والوثقة للزمن هذا لأن هذا اللي انتم فيه الان ليس في القناة هذه موجود وجود اناس يعني يمكن مستوى دفة هنا ودفة هناك ودفة هناك ظهرت اشياء مخالفة للموروث هذا ارهاصات بعضها ليس يعني جيد بعضها ليس جيد كتب ظهرت والشياء بعضها ليس جيد ولكن يعني صفحة انت غلطان بس تقول لك انت غلطان الطريق ما هو قليل ويمكن انا لم ارى وليس معنى ذلك اني بحث لم ابحث قليل الذي يعطيك العرور الوثقة لكن يقول لك هنا غلطان صح ويجي قارن لك يقول لك هذا كذا وهذا وهذا والدين 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 وهو ليس ملتز بالدين لكن هذه الصحوة للإفاقة الحقيقية ليست إفاقة هذه طريق للإفاقة قادمة وتغيير لابد ليس يعني يتقبله الا القلة لا ننظر انه في كثرة لا قليل الذي منطلق وقليل الذي وصل كما قلنا لكم في كبري كبري انت معيار قد يكون ثلاث أيام قد يكون سبوع قد يكون شهر قد يكون عشرة سنوات إذا بقيت في الكبري وصبرت عشرة سنوات هذه إمكانيات إيش الحل السرعة إنك تكذب البرمجة إنك تساعد في أن يكون في الداخل لا شيء إلا من الله ورسوله مباشر ما تقول إن الله من الله ورسوله ونا مع هذه الجماعة الناجية لا ما نزكيتهم بالنجاح لست منهم لست من الفرقة الناجية ليست مجموعة هذا إبليس يفعله إبليس يفعل ميادين ويقول أنتم الفرقة الناجية ويذهب لأولئك ويقول أنتم الفرقة الناجية ويذهب لأولئك ويقول أنتم الفرقة الناجية وشغال في كل مكان من صدق أن هذه المجموعة هي الفرقة الناجية هو ليس منهم ليس من الفرقة فرق الناجية يعرفها رب العربين فلا تزكوا أنفسكم أنت ضبطت العروة والوثقة وعلاقة حقوية مع الله ممتاز خلصت الكورس وما في العروة والوثقة لا يفيدك ليس هو مزكي ليس من فعل هذا تزكى لا هنا أنت إن صدقت الله ورسوله وكذبت المشاهدات وكذبت البرمجة وكذبت أي أحد وكذبت كفرت بغير الله أنت وصلت في أيام في شهور في سنين تخلص في الكبرى هذا في ناس وقفة واحدة جاء رجل جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلمت هي واقفة واقفة قالت والله يا رسول الله لقد قدمت عليك ولا يوجد أكره إلي منك ولا أكره لي من بيت على ظهر الأرض لا أكره من بيتك والآن لا أحب إلي منك ولا أحب إلي من بيت إلا البيت الذي تسكنه انقلاب فوري رزيت هي أسوته واحد يسوي لك رزيت هذا اللي يخلق للناس يجي من الخاص تعال سوي تعال هنا غير الله يرزتك غير الله يسوي لك رزيت ما فيه لا نحن ولا كورسنا ولا أدخن شيخ أنت إن وصلت لأقل شيخ تصل ممكن أن لا تقرأ ولا تكتب بس تقرأ فيه ناس يضعون القرآن ويقول لا إله إلي الله محمد الله لا إله إلي الله حتى تنتهي قد يصل لا شروط للوصول هذا الحلو فيه إنه لا شروط اللي يضع على نفسه شروط ولازم انتماء لفلان وفلان هو وضع هو وضع الحاجز إذا ما تضع حاجز ما فيه حواجز بينك وبين الله لا يوجد نحن المدمرون لديننا أو لدنيانا حتى نحن فقط ما فيه شيء من بره ربنا خلق كامل النقص بسببك وانظروا كما رويت عدة مرات عن الرجل الذي لا يدينا ولا رجلين له متسوج وعنده أطفال ويسبح ويجلسوه على كرسي لا يوجد إلى الرأس والجسد ويتكلم يعلم الناس كيف تكون سعداء هذا غير معاق وهو في ناس جميل ويدين ورجلين ومعاق أنت تؤيق نفسك لماذا يريك هذه القصص ربك لإسعادك هذا ما أحببنا فيه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ورحمة الله وصحبه جميعا ترجمة نانسي قنقر